كل ما يقال في الإعلام هناك تدخيم من قبل إعلام القوات المتمردين من الجبهة الشعبية لتحريف تقراي الذي فيه حقيقة زوبة إعلامية هي الآن القوات المتمردين لا تستطيع أن تشكل تهديداً لأدس آبا لأنها تتكبد خسائر وهزائي والآن قبل ساعة فقط عن أحد الجنرالات التابعة أو التابعة لقوات المتمردين لجبهة الشعبية لتحريف تقراي تم القبض عليه هناك تكبدت خسارتين في معركة في غليم العفر وغليم الأمهرة في ولو فبالتالي هناك تدخيم حقيقة للتهديدات التي تشكلها بحيث أنها ستزحف نحو الدسابة لأن موازين القوة العسكري هي لسالح الحكومة الأثيوبية والجيش الأثيوبي وأنا اختلف مع ضيفك الكريم الذي يقول أن دكتور أبي أحمد أو حكومة أبي تستفرد بالحكم بالعكس لقد رأينا هذه الحكومة انتخبها أكثر من أربعون مليون ناخب أثيوبي وهي انتخابات السادسة فبالتالي وكذلك حتى الجيش الأثيوبي الآن هو لأول مرة يتم إصلاحه بحيث يكون جيش وطني في حكم الجبه الشعبية لتحريف تقراي كان جيشا حزبيا وليس وطنيا الأصل في الجيوش الوطنية أن تكون تحمي البلاد وفقا للدستور البلد أنه يكون جيش وطني ولا ينحاز لأي حزب من الأحزاب السياسية فبالتالي الآن الحكومة الأثيوبية تستمد شرعيتها من أنها حكومة منتخبة في الانتخابات السادسة كانت انتخابات نزيهة شهد لها العالم فبالتالي الآن كل القوميات الآن عندنا حكومة يعني يشترك فيها القوميات الذاتة الأقلبية مثل قوميات الأورومو والأمحرة وكذلك حتى القوميات طيب ربما سأعود إلى هذه النقطة المهمة أستاذ ياسين لكن اسمح لي بما تفضلت به البعض يمكن أن يرد عليك أنه تقول زوبعة في فنجان وتهويل إعلامي إذن لماذا أعلن أبي أحمد حالة الطوارئ؟ لماذا دعا سكان العاصمة إلى التسلح وحتى فيسبوك حذف منشوره الخاص بهذا المعنى؟ هذا لا يدل على أنه هناك زوبعة وهناك تهويل إعلامي هذا يؤشر ربما على انهيار الجيش الأثيوبي أمام قوات التجري هكذا يقول البعض أول حاجة إعلان الطوارئ هذا شيء عادي في الحروب وخاصة الآن الجبه الشعبي للتحليل تجريه هي تخوض معارك حرب العصابات فحرب العصابات قد تتسلل وتخترط حتى بعد المدن وبعد الشعوب في الأقاليم المختلفة فبالتالي من هذا الباب هو زيادة الوعي الأمني لدى الشعب الأثيوبي لأنه الشعب الأثيوبي الآن هو انتخب حكومة يرى أنه التحول الدمراضي في أثيوبيا هذا من مكتسبات الشعب الأثيوبي يعني حتى الحكومة الآن حتى الحكومة بقيادة أبي أحمد لو تمردت على الخيار الشعبي سيخرج الشعب وسيتظاهر ضد أي خروج عن القانون وأي تمرد حتى لو كانت الحكومة حزب الإزدهارة الذي يقود لماذا؟ لأن الشعب الأثيوبي لقد قرر أن يكون حراً وأن يكون هناك تحول ديمقراطي فبالتالي الآن نحن نشهد في أثيوبيا جديدة ليست أثيوبيا كما كانت قبل ثلاث سنوات لماذا؟ لأن الانتخابات التي حصلت الانتخابات السادسة اختارها الشعب يعني شارك الشعب الأثيوبي بقوة فبالتالي الجيش الأثيوبي الآن وجيش وطني مدعوم من قبل الشعب مدعوم من حكومة منتخبة أنا أقول لك مثلاً يعني ضيفك الكريم في الستوديو من السودان يعلم ذلك عندما كانت الجبه الشعبية تحكم أثيوبيا كأقلية وأنا أثيوبي من قومية تيجراي أعلم ماذا أقول يعني حقيقة كانت هناك الأقليات العرقية ذات الأقليات في أثيوبيا مثل قومية السومال والعفر وبيني شانجول وهرر بس هذا مصير سيد ياسين أنت من التجراي أنت من التجراي وضد التجراي الآن تؤيد أبي أحمد وهو من الأموره كيف ذلك؟ أسمعني أنا أثيوبي أولاً قبل أن أكون تجراي لكن أقول لك أنا عشان جميل كمعلومة أقول لك شيء نحن الآن في أثيوبيا كل القومية تحولنا من الانتماء الإثني إلى الانتماء الوطني الآن مثلا أقول لك شيء لو كان الآن في تعددية حزبية سياسية في قليم تجراي ما كان شعبنا في تجراي يعني الآن دخل في حالة الهلاك لأن التعددية السياسية تدمن الخروج الآمن تدمن يعني ارتكاب أقل الخصائر الآن بما أن الجبه الشعبية لتحرير تجراي هي الممثل الوحيد في إقليم تجراي لكن أستاذ ياسين أستاذ ياسين أستاذ ياسين بسبب الكبت وعدم التعددية السياسية في إقليم تجراي جميل أستاذ ياسين موضوع تغليب المفهوم المواطنة تجهد تعددية سياسية ترجمة نانسي قنقر